هذا ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن مصر تسير بخطة واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة أضاف السيد الرئيس أن الحكومة المصرية اتخذت مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية تسير مصر بخطة واثقة على طريق الإصلاح الاقتصادي والتنمية الشاملة وصولا إلى اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على السمور في مواجهة الأزمات وفي هذا الإطار اتخذت الحكومة مؤخرا مجموعة من الخطوات والإجراءات الطموحة لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية فضلا عن تسليل العقبات التي تواجه المستثمرين ومن أبرز سلك الإصلاحات فرض سقف على الاستثمارات الحكومية بهدف إتاحة المزيد من الفرص للقطاع الخاص وموصلة تنفيذ برنامج التروحات الحكومية في إطار وثيقة ملكية الدولة إلى جانب تقديم حزمة من الإعفاءات الجمريكية والحوافز الضريبية التي تستهدف تبسيط الإجراءات البيروقراطية ترجمة نانسي قنقر